من جهتي أكد ممثل مفاوضية الاتحاد الأوروبي أن أوروبا ملتزمة بتغفيد انبعاثاتها بنسبة 55% بحلول عام 2030 وضف كذلك أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم الاتفاق على عدة تشريعات لخفض الانبعاثات والتغفيد التدريجي للسيارات التي تؤدي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مضيفا أن أوروبا تسير نحو المسار الصحيحة حيث أعلن أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستكمال المساهمات المحددة وطنيا لمواجهة التغيرات المناخية